ما فيني جوابك جواب هيك إنه هاي ناجحة أو هاي مو ناجحة لأنه كل إنسان عنده تجارب خاصة وبالنهاية حسب إنسان كيف هو عاشق أنا شخصياً عشت هاي الشغلة بفترة معينة من الزمان وبعدها تزوجته لزوجي والحمد لله مبسوطين مع بعض بس في ناس بيكونوا خلال العلاقة هاي من خلال التواصل الاجتماعي بخلال هاي الفترة بيكون كل شي تمام عسل وسكر وكل شي حلو بس وقت يتزوجوا أو يكسيروا مع بعض وتصير الحياة العملية بيتفاجئوا بشغلات ما كانوا شايفين لأنه أكيد مليون بالمئة بالتواصل الاجتماعي العلاقة راح تكون غير الحقيقية والعملية مشان هيك لازم يفكروا بهذا الشي في ناس بتشوف هذا الشي عادي أما إذا عم تسألنا على رأي الشخصي أنا ما بحبز هذا الشي أنا بعرفه من قبل بس ظلينا فترة سنة ونصف عم نحكي مع بعض بس على الإنترنت الخطوبة الإلكترونية والله فكرة جديدة يعني انطرحت علينا ويعني كرأي آني الشخص به شغلة ناجحة إن شاء الله يعني كتطور للمجتمع ناجحة وأكو شغلات صارت يعني خطوبة خارجية يعني مثلا شخص من بلد يخطب بني من بلد ثاني عبر التواصل الإلكتروني أيش الشغلات صارت يعني يعني نقدر نسميه هذا ترويج مثلا يعني بس فكرة مو ناجحة ما أعتقد فكرة ناجحة كي رأيي الشخص أنا ما أخطنا بهيش شغلة يعني الشخص لازم إنه يشوف خطيبته يعني يشوف أطفاعها يشوف شنو اتجاهاتها لازم يطلع عند الشريك حياته رغم إنه هذا التطور بس هذا الشغل شي واجب كعادات وكالتقاليد إنه إحنا لازم يعني الشخص الخطيب يتعرف عن خطيبته لأنه الزواج توافق بين الشخصين فمن الضروري إنه هذا الشي يصير صراحة أعتبرها خطوة جريئة وبيها مجازفة نوع من المجازفة هاي العلاقات ممثل العلاقات اللي تكون face to face ممكن 90% احتمال منعدها تفشل احتمال صغير إنه تنجح وأني برأيي إنه يعني ما أنصح إنه يتخذون هاي الخطوة أفضل إنه شخصين يلتقون بالواقع أفضل يعني يكون تعارف بياناتهم أحسن من المواقع التواصل الاجتماعي تعرف حسب وقتنا صار صاروا يعتمدون هواية على المواقع التواصل الاجتماعي وأغلب وقتهم عليها فمو كل شي عليها حقيقي مثل الواقع فما أنصح إنه تكون العلاقة أو التعارف يكون على مواقع التواصل الاجتماعي أفضل يكون على الحقيقة أفضل يعني ما أصور رح أجرب هذا الشي على مواقع التواصل الاجتماعي وما يكون أكو لقاء وما أعرف شنو الشخص المقابلي فما أفضل هذا الشي وما أصح أكيد أكيد بالحياة الواقعية اللي إحنا دا نعيشها إذا كان تعارف بين شخصين أفضل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة